هل يكفي انتعاش أسعار النفط عالمياً لسد عجز الموازنة للعام الحالي 2021 والتي تسببت فيها الأزمة المالية التي نتجت عن انخفاض أسعار النفط عالمياً بالتزامن مع جائحة كورونا؟ الجواب يحدده ملف الفساد المستشري وتأثيره على خطط الدولة بتجاوز الأزمة المالية وبينما يرى مستشار رئيس الوزراء مضير محمد صالح إنه في حال زيادة الفوائد بنسبة كبيرة فإنه من الممكن الذهاب لموازنة تكميلية تلب احتياجات الشعب في المقابل هناك أزمة ثقة بإدارة المال العام بعد أن كد انهيار أسعار النفط يفلس البلد ويخرجه من دائرة التعاملات المالية الدولية وبالرغم من أن الوفرة المالية الآنية قد تكون سبباً في إنجاز مشاريع مهمة إلا أن تأثير الفساد على تلك الزيادة قد يمنع استثمارها بالشكل الصحيح الارتفاع في أسعار النفط قياساً إلى ما تم تثبيته في الموازنة بنحو 26 دولاراً ربما سيذهب إلى جيوب الأحزاب من أجل تمويل حملاتها الانتخابية التي انطلقت مبكراً وقبل أربعة أشهر عن بديها زيادة أسعار النفط عالمياً قد تسهم في تجاوز عجز ميزانية العراق للسنة الحالية والمقبلة ويمكن أن توجه الحكومة الوفرة المالية لإصلاح مخلفات السنين الباضية من خلال وضع آلية تنفيذ واردات العجز إلا أن التخوف أن يكون هناك فساد أكبر وتقاسم أكثر للمشاريع من قبل الأحزاب المتنفذة لسيما بعد انقطاع الواردات عن هذه الأحزاب خلال الأزمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد ترجمة نانسي قنقر